أستقبلوا معي شبيه حسن مبارك متحة أبو العز متحة أبو العز سليمين مساء الخير متحة ميا القاهرة إلى بيروت شبيه حسن مبارك العالم تلاحظ الشبه بينك وبين الرئيس حسن مبارك خلال فترة الحكم أم لما طلع من الحكم قبل فترة الصورة وبعد الصورة بس زاد الاهتمام أكثر بعد صورة تناير بالشبه اللي بيني وبين الرئيس حسن مبارك أي أبرز المفرقات اللي عشت أنت لأنك شبيه الرئيس حسن مبارك عشت خلال تولي الحكم في مصر يعني عم بيحكي تقريبا من الـ 81 للـ 2011 قبل 25 يناير كان أي حد بيقول أنت شبه الرئيس حسن مبارك فكان في التوقيت ده كان تشبيه عادي يعني ما فيش أي ألأ في البلد والبلد مستقرة فلما كان حد بيقول أنت شبه الرئيس حسن مبارك كنت برحب به اللي هو بيشبهني برئيس حسن مبارك لكن ما كانش فيه انزعاج لا بي ولا علي لكن بعد الثورة المقال بيختلف بقى بيختلف من ناحية اللي هو أثناء صوت 25 يناير حتى ليلة التنحي أنا ما كنتش بنزل تقريبا من البيت من الخوف طبعا الناس قامت ليه بصورة قامت على نظام مبارك فأنا بالتاني لما أنزل وشارع في حالة غليان أكيد فيه ناس ممكن تقول لأن أنا مؤيد لحكم مبارك وبالتالي ممكن أتعرض لأي خطوة خفت يقولوا أنك أنت مؤيد لسياسة الرئيس مبارك أو خفت لعالم تفتكر أنك أنت الرئيس مبارك مخبى بالشارع لا لا هو طبعا باين لنا الشبه بتاعه يخاف من شو كين تحديدا يخافوا لأنا مثلا ممكن أن أكون نازل أعمل إعلان ودعاية للنظام مبارك محدش مثلا يعمل صورة محدش يعمل ممكن يحسبوني على النظام كيف نعكس عليك هذا الخوف إذا أنا بعد الثورة خلال الثورة خلال الثورة مالبول لأ حضرتك يعني كنت قاعد في البيت تقريبا ما حاولت شرح حتى خرجت مرتين كده كنت لابس نظار نظر وهو طبعا ما لابس نظار نظر وكنت لابس كاب غياضي بحيث يعني محدش ياخد باله مني ونزلت فعلا في المنطقة اللي هيا كان فيها كل القلق في مدان التحرير ومحدش عارفني وأنا طبعا في التوقيت ده كان بين مؤايد ومعارض ففضلت اللي أنا أكون بعيد عن الموقف ده لدرجة اللي هو أثناء حكم مبارك طبعا تعرف أول قضية كانت حط في القفص كان يوم تلاتة أغسطس ناس كتير قبل يوم تلاتة أغسطس ما يكونش متوقعين اللي ممكن حسن مبارك يخش القفص قالوا استحالة دي لإمة تمثيلية هيحصل أي موقف اللي هو ما يخشش القفص في اليوم اللي دخل فيه المحاكمة فعلا قالوا ناس قريب كتير كان يبوني على التلفون الأرضي عشان يتأكدوا اللي أنا اللي موجود في البيت مش اللي موجود في القفص يعني قالك ده ممكن يحصل عملية بدل أو تبديل ومش ممكن حسن مبارك يخش في القفص لما دخل السجن انت ارتحت والله أنا كنت في سجن زيه برضو بس في خارج القفص يعني كان كل واحد في سجن معين هو بالداخل ولا بالخارج لغاية ما ابتديت أستكشف المواضيع وابتديت بقى فيه أي حد يقابيني يقولي انت شبه حسن مبارك انت خرجت من السجن امتى انت هربوك ازاي ففعلا يعني الناس بيقولوا الموضوع بصفة تهريج وناس تتكلم جد فابتديت بقى يعني أنتصر هذا بأي حد وابينه لنا يعني الشبه ده ملوش جعب شخصية حسن مبارك ده يخلق من الشبه اجبعين لكن الشخصية بتاعتي مختلفة عنه تماما وابتدت الناس بقى يعني تاخدوا تد معايا ويستوروا معايا وابتالت العملية بقى تهدى شوية في حدث صارت تقريطة وسائل اعلام كتير أثناء المحاكمات ولما دخل إلى المستشفى يعني الرئيس حسن مبارك دخل إلى المستشفى كان فيه شبيهة لحسن مبارك في مصر في القاهرة الناس اتكروا حسن مبارك خارج المستشفى ونزلوا فيه ضرب ده أنا اسمعت الموقف ده عن الواحد يامني تأجيباً شبيهة من الرئيس المبارك بس كان فيه لهو ويدن وضغيرة شوية ففيه ده لحظة الفرق طبعاً عتن في العالم الشبيه لشخصية معينة بيستثمروا هذا الشبه الناس وبيدقون المنتجين وإلى آخره كرميل ده أكيد على بنسبالي الموضوع ده جاء علي بالغلط يعني ايه بالغلط كنت هتطع في كاسة مسلسة قبل كده ومقدوش تطلعوني لما تقوا الشبه البينه وبين حسن مبارك شكراً شكراً إلك شكراً اشتركوا في القناة شكراً اشتركوا في القناة